أول دولة إسلامية تعترف بإسرائيل أستاذ عبد الملك محطة الطهران من المحطات المهمة أنت عاصرت عهدياً عهد الشاه وعهد الجمهورية الإسلامية وعهد الخمين صحيح يعني كيف كانت الأجواء أثناء رهاصات الثورة أولاً ثانياً هل تخلى الأمريكان تخلي علني عن الشاه مدروس أم تحت ضغط الشارع الإيراني شو رقلية الجو أنت في ذلك الوقت والله هل تخلت إيران أمريكا مو إيران عفوا أمريكا عن إيران تحت الشارع حصل نعم شارع كان إلا ضغط وكانت هناك ضغوط غير واضحة من دول أخرى خارجية مرتحت إلى أن تنفرد أمريكا أو الولايات المتحدة الأمريكية بإيران بعد ما أزاحت مصدق من أزاحت مصدق أمريكا وضعت يدها على السياسة الكاملة لإيران والبلاط الإيراني ممثل بالشاه وضع كل طاقته وكل مفكرة وكل مجهودة بخدمة السياسة الأمريكية وللمعلومات كانت إيران أول دولة إسلامية تعترف بإسرائيل جميل الشاه تقصد؟ طبعاً جميل الشاه صارت إسرائيل بـ 48 وهذه طبعاً يغيط الدول الأخرى لإلها مصالح في إيران بريطانيا، فرنسا، إيطار الدول الأخرى انتحاد السوفيتي نفس الشيء هذه فالكل كانت تريد تغير النظام حتى تستطيع أن تجد منفذ تدخلها إلى استعادة بعض منفقدته من مصالحها ماذا تقدمت أوراق اعتمارك للشاه؟ الشاه استقبلك؟ أي نعم في عاب سنة 79 عاب؟ مانو سبعين مانو سبعين كانت شهراء؟ مانو سبعين نعم يعني بينك وبين الثورة؟ سنة تقريباً أقل؟ أقل من سنة، أي بشباط؟ أي شنو كان الحديث بينك وبين الشاه؟ يعني الحديث كان ينصب على شيء واحد هو المعوقات أو التردد إيران في إكمال تنبيذها لاتفاقية الجزائر إيران أخذت من اتفاقية الجزائر فقرة واحدة شط العرب شط العرب ثم بدت تمتنع عند الأخرى ترسيم الحدود بدت تمتنع عدم التدخل زاد وليس نقص وضحت هذا أنت للشاه؟ أفوان وضحت للشاه؟ طبعاً شون الجواب؟ ما يعترف ما يعترف مال الحدود؟ قال أنا راح أوعز يجون وفعلاً في اليوم الثاني قال احنا أوعزنا إلى الثالث أراجع وزير الخارجية ما مش في التنتيجة التدخل أصدقوا تسويف؟ عفواً؟ تسويف الإيراني المسوفين زينين؟ مسوفين وممتازين يعني المفاوض الإيراني معروف بالتسويف يعني الكلام المعسول اللطيف اللي يعدى بالتنبيه كان المفروض الشاه يزور العراق؟ كان المفروض أن الشاه يزور العراق خاصة بعد ما راح مرحوم صدام زار إيران وأظهر كل حقمه الشراء من راح صدام حسين كنت موجود سفيرتك بإيران؟ لا قبلك؟ قبلي راح غير بيت وعز بشراع بيت يناسب بيت ضخم الشراء للسفارة سفارة زار زار الإمام الرضا وتبرع بخمس ملايين دولار لخدمات الإمام الرضا وبدأ بدعم وهذه كانت بعض الاتفاقية مباشرة بفترة السامنية يعني معناها بالخمس سبعين هالكلام؟ نعم الشاه قام يعني يتردد بعذار يعني رجل أنا من كنت قابله من قلت بالمقابلة الأولى يعني وجهت لها دعوة رسمية؟ من غراب؟ نعم شانت أقولها على الدورة سبية كان يدعي بعدين بدي يدعي أنه شوان نروح وانتو عدكم هذا اللي ناكحة بن نجف منو قلت للبن نجف؟ أنه هاي بارب ما كان يتردد يجدي باسم الخميني إلى أن قلت لهذا يا رجل يعني ما يعني ما جاء باسمه؟ جاء باسمه بعدين فجاء بلي قلت له رجل يعني ما لا علاقة بسياستنا قاصة أنه قبل ما روح كان يستشعر الخطر من الخميني فعلا؟ هو يستشعر الخطر من الشارع أولا اللي يعتقد أن هناك جهات أخرى ثيرة للشارع الإيراني ومنها الخمينين وكان يركز دائما هو يعني في اللقاءات أتذكر في أكثر من اللقاء لقائن وكان يركز على أن بريطانيا وراء هذه المرة كان يتكلم بشيء يعني كان مدايخ ليش يوانا ماذا فعلتوا معهم؟ لماذا هذا العداء؟ فكان وياي المرحوم عبد جبارشنش لقيتها صاحب الجلالة المن تقصد هذا اللي يحرض من هو؟ كان بريطانيا تشوف البي بي سي كيف تحمل فكان يعتقد أن أوروبا اللي تنافس أمريكا وتصارها مع أمريكا وكان يركز أيضا على الشارع وما كان ما يجي وهو اللي معلومات حضرتها كل الرأي العام لم يزر أي مسؤول إيراني أو هي رئيس إيراني لإراق زيارة رسمية أبدا زمن الشاه؟ قبلش أبوه هو يعني من صار الحكم الوطني 21 إلى يعني معلومة مهمة إلى أن تركت أنا لا البهلوي الأب ولا محمد رضا الأبل محمد رضا راح إجرى للعراق في الأواقع الثلاثينيات في طريقها إلى مصر إنما راح عقد قرانا على أميرة الفوزية وقتر من الفاروق ومر في بغداد واستقبل استقبال رؤساء الدول أنا كنت طالب يومي إذن بالمتوسط بسبب الثالث المتوسط وأخذونا الكاركرة المتوسطة إلى الكاظمية يعني نلبس لباس الكشافة فوتوكو يعني يسمونا لي يعني ترحيب بالشاوة الآخرية فات الإمام موسى الكاظب وما قبل يفوت يزور لأنه قالوا لي ينزال الحذاء مالا رفض ومن سوال الدعوة مساء المرحوم الملك غازية دعوة عشب هذا قام يستخف بالمرحوم سيد محمد الصدر اللي كان ورس بس العيان قل للملك قل أنتوا بعدكم تحترموا رجال الدين نحن نسوي نعمائهم هو يتكلم الفارسي يفهم الفارسي مرحوم الصدر فاحترم الجلسة قاعد من كمر العشاء انتقلوا إلى قاعة ثانية اللي يكون فيلم سينماي أرض هو اتركه وطلعه ولحقه رئيس الوزراء بالوكالة كان ناجي شوكت قل لا استعمل كلمة شوية خشنة قال أنا أحضر بويها ابن الكذا هذه مذكورة في تاريخ الوزارات الأراكي اللي اكتبع برزاك الحسني وفي مذكرات ناجي شوكت أيضا هذه هذه ما تعتبر زيارة جاء مرة لما ترد في زمن مصدق اجل للعراق وراح زار لأنه كان يعتقد أنه في الصلاة أو في الزيارة نوع من الدعم الالهي اللي يعودت إلى هذا حسيته قلق الشاه وهو هذا امبراطوريتا وكذا نعم كان قلق منها بالأخير خايف من التغيير فعلا؟ عنده قناة عن الأمريكان خذله؟ مجل تتوسعوا بالحديث هذا لكن كان يعتقد أنه هناك من يعمل على إزاعته تسعة وسبعين جباط من دخل الخمينة الإيران كنت موجود؟ نعم موجود شنو كانت اللحظات في كيف قرأت اللحظة أنت؟ تغيير يعني متوقع بعد الفورة هذي الجيش لم يكن مع التغيير وكان هناك استعداد لقمعد بالطريقة لكن الشاه ما كان يسمع يعني يعني بالتاريخ ما كن أولا أنا أنا هذا كلام أقوله مسؤول عنه إجا وزير الرئيس وزير الدفاع كان فريق شنشل في زيارة رسمية اللي نكون نبحث مشاكل الحدود وكان هناك جيوب جلال طلباني كان بس متمرد يعني فتحدثنا بصراحة أنه ما نقدر نتحمل الجمود الإيراني هذا فريق شنشل كان يتكلم بصراحة يا هذي فسوينا دعوة عندنا بالبيت رد للدعوة اللي يقيمت الشنشل دعيت رؤساء يعني الأركان والجماعة هذا وكان كل حديث رؤساء الأركان أنه يعني متحمسين لي بس لو الشاه يطلق إيدينا لسعقة الثورة هذا كلام كنت أسمع من عدو مكتبناه بوقت هذي لكن هو ما كان في الأيام الأخيرة يغب في التعامل مع الثورة بالأسلوب هذا